من خلال سنة ونص يزيد وخلنا نقول بدعم شخصي لنفسك أنت يعني في البترة الأخيرة طبعا دخل الاتحاد السعودي للسيارات وخلنا نقول وقف معك طبعا بجال وقف سبو الأمير سلطاني بن فهد من خلال السنة ونص اللي انت قضيتها وش ينقص ريالة السيارات أنت من وجهة نظرك في المملكة العربية السعودية وش ينقص أن يكون لدينا سائقين ما بقول محترفين بس نطلع منهم للمزيد مثل يزيد الراجح يمكن أتوقع لازم يصير فيها دعم طبعا عشان ما نصير شوي نظلم يمكن الاتحاد يمكن تقريبا ما له تقريبا سنة مؤسس على رياضة السيارات ودرجات النارية فأنت جي تتكلم عن اتحاد له سنة وحقك وجاب رالي حايل وجاب رالي الشرقية وقاعد يسوي إنجازات فنقول أن الجانب ممتاز مئة بالمئة تجي تتكلم كيف تطلع سواقين لازم فيه شركات تدعم لازم فيه دعم للسواقين بالبداية لازم يعني يصير فيه دعم للسواق كيف يجي سوق فيه عندنا سواقين موهبين فيه سواقين كثير أسرع من يزيد الراجح بس ما فيه دعم ما فيه السواق جالس كيف تطلع كيف تكتشف أن هذا الشخص هذا سواق يعني فيه دورات لازم تصير موجودة اختيار سائقين ولازم الشركات تدعم أن يطلعون سائقين لأن هذا مجال ثاني للإعلان يمكن الشركات في بعض الشركات ما عندها الوعي الكافي يمكن أي موضوع أي نجاح فكرة يمكن الشركات أن تخاف تدخل في هذا المجال لا يمكن مش تخوف ما في وعي تجي الشركة تقول أنه بنزل إعلاني على سيارة رالي طبعا هي فكرة أي مشروع تلقى نجاح في الدنيا أو بهر أو شيء طلع عن القانون تلقى أصلا مشروع فكرة أي مشروع تلقى مثلا برز بطريقة معينة فكرة مثلا يمكن برنامج كل الرياضة فكرة أي شيء جديد فكرة فأنا أشوف أنه فكرة إعلاني سهل أن الشركة تنزل إعلان في الجريدة والله شركة كده كده تنزل دعاية بس تجي عن طريق ثاني تدخل للعميل عن طريق رياضة سيارات رياضة محركات طبعا تصير الشركات المربوطة بالمنطقة أو مربوطة في السيارات أو مربوطة في المحركات أو مربوطة في الصحراء أو في القوى أو في المسافات أو في النقل أو في مجالات عديدة فأتوقع إذا صار عندها الوعي الكاثي والدعم الإعلامي فراح تمشي إن شاء الله كان لك حديث يزيد وجهة نظر في بعض الشباب السعودي نقول فحطين نحن نسميهم كان لك وجهة نظر حولهم بينهم يمجلكون الموهبة ولكن لا يجدون المكان خلنا نقول اللي يفرغون فيه أو يتدربون فيه على موارسة هوايتهم طبعا يمكن الناس يسألون يمكن كم مرة حوار يقولوا شراك في المحطين أقول عشان ما نصير نظلم الجماعة هذول يسائقي محترفين ولكن في المكان الخطأ يعني فما نجي نقول لهم لا والله ما بسواقي محترفين يعني فما شاء الله تشوفهم يمكن في البرامج تجيبهم قنوات تشوفهم ما شاء الله بالمطر يمكن يمشي لك 180 ويدوروا حن بالمطر تلقي ذي طلعنا من البيت نمشي 60 فأكيد أن هذا فيه نوع من الاحتراف ولكن وموهبه ولكن طريقة خطأ أدي حياة الخطأ يعني فيه أخطار كثيرة زي هذول الشباب لو في لهم أندية لو في أماكن يعني تستقطبهم أتوقع أنه بيطلع عندنا يعني ما شاء الله سائقين يمكن أتوقع أن يوصلون يتعدون مرحلة القمة طيب خلينا نتواصل في الحديث مع الأستاذ مشعل السدري رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية معنا الآن على هوا صبع الخير أستاذ مشعل أستاذ مشعل خير أخوي حياك الله معنا أستاذ مشعل خير أخوي يزيد أستاذ مشعل خليني أبدأ معكم من النهاية أيضا اليوم كان لكم لقاء مع سمو الأمير سلطان بن فهد وسمو نايبا الأمير نعوة بن فيصل بارك لكم ما حققته أيضا بالنسبة للإرالي حائل واستمعتم أيضا للتوجيهات سموه حول مستقبلكم في رياضة السيارات كيف ترى هذا اللقاء ما في شك أن هذا اللقاء كان دعم لي والأخضاني أضاء مجلس إدارة الاتحاد جميع محبي رياضة السيارات وكذلك تكريم بطلنا يزيد الراجحي وسعب جميع محبي رياضة السيارات في الحقيقة أريد أن أعكم بس هنا على كلمة واحدة سمعت هنا يزيد أن يتكلم عنهم اللي ذكر وجود أندية السيارات ما في شك إنه وجود أندية السيارات رح يساعد كثير على عملية إتشاف المواهب رح يساعد كثير على عملية نشر رياضة في كافة الحال المملكة العربية السعودية رح يقضي بإذن الله على كثير من الممارسات الخاطئة التي تحدثت عنها من بعض الشباب يقوم فيها نتيجة لعدم وجود أماكن يفرق فيها طاقته وبالتالي يعرض نفسه ويعرض الآخرين للخطر فما في شك ليحببوا له هنا أن الرئاسة العامة بعيدة الشباب الآن تعمل على نظام لأندية السيارات إن شاء الله في القريب العادل إن شاء الله ما تنتهي السنة هذه إلا إن شاء الله أنه يكون صادر السلمشعل خلينا نتحدث عن الاستثمار والشركات في دعمها للراليات والاستعاقين السعوديين كنت أتحدث معي زيد بأنه أنا من وجهة ناظري ربما الشركات تتخوف أن تدعم هذا المجال أنتم في الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية كيف ترى الاستثمار أو الشركات ودعمها لكم وأيضا الخطط اللي لديكم في الاتحاد لاستقطاب المستثمرين أنا شوف ما في شك إن الشركات العاملة في مجال السيارات مجال السيارات في مجال الواسع يعني منها رائع فيك الوكالات اللي سوقت السيارات في المملكة منها شركات المرطنة منها كذلك شركات الإطارات شركات الزيوت الشركات العاملة في مجال الوقود كثير شركات التأمين في كثير شركات لها علاقة السيارات عملية التسويق لها المثلة تكون عن طريق إما رعاية فريق أو المشاركة في فعالية طبعا في بعض الشركات شاركت لكن لا يزال المشاركة دون المستوى المطلوب في بعض الشركات لاحظنا في رالحاء الأول مرة بدأت مثل شركة تايوتا مثل شركة سوزو مثل فريق شركة الشرق الأوسط بدأوا يرعون سائقين سعوديين فبالتالي اللي لاحظنا في عام 2009 يوجد رعاية أكثر بكثير من اللي كانت في 2008 بالنسبة للسائقين السعوديين فما في شك أنه في تحسن في هذا المستوى جميل آخر سؤال لي لدي معلومة عن رالي ربما اسمه عبور الجزيرة رالي إن شاء الله عبور الجزيرة حددنا عنها الرالي سلمشعل هذا إن شاء الله بامتظار الموافقة عليه وطبعا صاحف الفكرة صاحف السمو الملكي لبير نهار بن شعود بن عبد العزيز يتقدم السمو رئيس العام بفكرة عامل رالي طويل شبيه باريس ذكار وتم اتصال التنسيق من الاتحاد بحيث دراسة الفكرة طبعا الآن لا يزال في مرحلة الفكرة لكن إن شاء الله إذا الله كتب فهو رح يكون من أطول الضاليات في المنطقة وبحيث أنه يقطع المملكة من الشرق إلى الغرب ويمر حتى بعدة سحارة منها الدهنة والصمان والنفوذ وحتى يزال إلى الساحل الغرب الأستاذ مشعل السديري رئيس الاتحاد السعودية للسيارات في الدرجات النارية شكرا جزيلا لك لك تعليق لا يعطيك العافية وما قصر بفادر كفة ووفة طيب أنت يزيد هل هناك شركات قدمت لك عروض من أجل رعاية يزيد الراجحي طبعا في شركات تقدم عروض ولكن يمكن العروض موش العروض المطلوبة يعني يجيك مثلا شركة يمكن هذه تصير عندنا مشكلة كبيرة مثلا مش مع يزيد مع سلاقين ثانين يمكن تصير شركة تجيب ساق مثلا تقولها تعال مثال ادخل رالي حايل تخلى رالي حايل تقولها بعطيك المبلغ مثلا مبلغ ما تعطيه مبلغ أصلا موازي للمنافسة هذه فهو أصلا الشركة خسر المبلغ والسواق خسر مهبته يعني صارت الخسارة خسارتين يعني لو الشركة ما دخلت يمكن يكون أفضل الشركة ضيعت فلوسها بس لازم تدعم السواق دعم كامل ما تدعم الدعم مثلا ربع دعم أنا بالنسبة لي تجيني شركات تقول تعالي زيدا بدعم مثلا باخذ السيارة مثلا عندك هقولها ادفع تكاليف أنا ما قلت لك تعال دفعلي أنا قول لدفع تكاليف ادفع العقد أنا اللي بيني وبين الشركة وخذ السيارة كلها أنا بالنسبة لي لا تدفعلي ولا ريال حتى سكني لا تدفع ما عندي مشكلة فتجي شركات يمكن أن داخل مع فريق يقول لك متازفة هو ممكن ما يستوعب قيمة العاقد ولا زي هذا النوع